موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متتبعين قناة فوق شوية انتمنى تكونوا بخير وعلى خير الحباب اليوم غن تكلموا على مول طالون مول صندالة الميكام مول صندالة ديال الصبع اي الخوت مبقى لطالون ولا هم يحزانون فهنا سوف تقولي صندالة الميكا والصندالة ديال الصبع بقى يكشط اكشط اخوتي ايه المهم اخوتي اليوم غن تكلموا على هاد المتحول هاد المتخلف او للمتخلفة اللي هو صوفيا مول طالون اللي هو فسبب واحد الحملة ديال تشهير اللي ضرات بالمثليين والمثليين المغاربة احنا كاملين كنعرفوا على انه طفل المغرب كيتواجدوا مثليين جنسيين فبلاحش ما بلاحية شجعات الناس يدخلوا لطبيقات ديال هاد المثليين هادو يشوهوهم يشوهوهم علاش صافيا انتم شوه اخويا كوش يتشوه كوش يتفضح والناس اخوتي بلاحشية بلاحشما بلاحشية بلاحشما بلاعقز عليهم نادو اجمعوا سبابة طموس نادلهم ومشوت اللي شارجة وليز ابليكاسيون ودخلوا هالي لقات بها هالي لقات خوها هالي لقات خالها هالي لقات جيرانهم كل واحده وشنلقى كل واحد الله يسر وشنلقى وكل واحد كيلقى فعلو اخوتي احنا ماشي سوقنا يكاديك الابليكاسيون ديالهم خاصة بيهم اش دانا ليهم اش دات صوفيا تجبدهم في اللايف فيديالها وتقول اسم تطبيقات وتخليشوها بيقالا قيل اوانو ديت تقاعد دابا يا صوفيا اوانو ديال جمعيات نادو لك تقاعدو لك وتحزمو ايه وطلعو وشمرو عليك وشمرو عليك ووجودوا درعانهم اليوم غايشويوك على اليمن وعلى الله يصر المهم اخواني اخوتي هاد المتخلفين الي كيتبعوا هاد مولطالون الي هجموا واحد الهجمة خايبة هجمة شاري سعفون علميكليين في تطبيقات الي خاصة بهم فكان سبابها وسباب هاد الفضيحة هدي كامل وهاد شوي وهاد شهير سبابه كامل هو المتحول مولطالون الي دار لايف على الصفحة ديالوت الانستغرام كيشجع فيها الناس كي يدخلوا للطبيق من باب الفضول وأنه هم يكتشفوا الي تعرف اخوها ولا تعرف اباها ولا تعرف راجلها وفعلا كاللي عرف şuها والباها والدها كل واحد وهو شنو عرف التبرقيق اخوتي تبرقيق قاتل عباد الله وengine تقول ابناءت ل دخلوا ويحصلوا رجالهم فيه باغت فسد لمجتمع ديالنا هاد سيدة معفونيبي تسمحلي باغت يفسد لمجتمع ديالنا هاد سيدة اللي عندها خلل في الهوية ديالها الجنسية والشخصية اي يا اخوتي ما عارفة رأسها واش راجل والله مرة حيث مرة تقول على رأسها راجل متلي جنسي ومرة كتقول على انها مرة متحولة جنسيا وبحكم انها مسمية رأسها الصوفية ودائرة عمليات فاغن تكلموا عليها بصيغات المؤنة تحتيرها من القاع الميولات ضربة اضطر للمتليين وشو هاتهم واختي رأكي متلي يا اخوتي انا رأي الموضوع عندها كانت لفيه والله العادمي لا كانت لفيه كان بغيوش نستنف هات سيد الراجل والمرة ولكن احتراما لقاع الميولات غنسمي وهب مول طالون مول طالون اللي ضرب اضطر للمتليين وشوهم حيثش هو اصلا متلي خاصو يحتارم هاد المتليين وخاصو يقدرهم ماشي شوهم من بعد ما حط لايف ديالو على الكونت ديالو في الانستغرام اللي في ازيد من ستالاف متتبع واطلب هاد صوفيا من لبنات انهم اللي كيتابعوه طبعا انهم يقيدوا اسماء ديالو التطبيقات اللي كيكونوا فيها المتليين اللي يستر اللي يجينا ونجيكم اخوتي من ضمن ديالهم واحد التطبيق اللي هو معروف بالتطبيق الاصفر يجمو عليه بزاف ديال الناس واخدوا تصاور ديال عباد الله ونضو كيلوحوهم في القروبات وفي الفيسبوك وفي تويتر وفي اليوتيوب وفي الواتساب وفي المجموعات ديال الفيسبوك باش يشووهم ويفضحوهم ويشهروا بيهم ويسبوهم ويشتموهم وهاد شي كامل سبب ليهم في مشكل كبير وخصوصا مع العائلات ديالهم فكاللي ينتحر اليوم سمعنا بزاف ديال الوليدات اللي ينتحروا بسبب هاد سوفيا طالوني سوفيا طالوني اللي ما كيحترمش ما كيحترمش حتالي بحالو فواحد الجمعية اللي الاسم ديالها الحركة البديلة من اجل الحريات الفرضية اللي الاسم ديالها مالي اللي معروفة بدفاع الاشخاص اللي عندهم ميولات جنسية مثلية على اعتبار انهم كيمتاميوا لهاد المجتمع وكيتمتعوا بنفس الحقوق اللي كيتمتعوا بيها الناس وحدين اخرين اللي ناس عاديين اللي بحالي وبحالكم والاخوان ومن حقهم يحميوا حياتهم الخاصة هاد الجمعية دخلت على خط هاد الشي اللي وقع اللي الميتليين من بعد ما تطالعت على الفيديو ديال مولات الطالون لكن ما تذكرش الاسم ديالها واستنكرت هاد الجمعية في تدوينة ديالها في الصفحة ديالها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصرف اللي دارته صوفيا وقالت باللي بحال هاد الأعمال مرفوضة وغير مبررة على الإطلاق وهذا التحريض على الكراهية والعنف حيات هاد الشي خلاشي وحدين كيدخلوه الليز ابليكاسي وكيدخلو فو كونتات باش يعرفو شكون هم اللي متليين في هادك الابليكاسي وكيشووهم وكيفضحوهم في مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب هاد العمل الشانيع اللي قان بيهم مول الطالون واحد الشاب اللي في عمره 21 عام اللي انتحر في 17 ابريل من بعد ما انتشروا الصور دالوا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي والخبار اخوتي وصل الوالديه وتشوه مع دارهم ومع العائلة دياله الشاب اللي كيقرأ في فرنسا وجال الرباط مؤخرا وما قدرش يرجع من بعد ما تم الإعلان على الحجر الصحي لقى راسه انه ينتحل الوسيلة الوحيدة اللي غات تريحه من كلام العائلة وشوفه ديالناس وهذا الفضيحة اللي تسبب ليه فيها هاد مول الطالون وتسبب ايضا في انتحار ميتليين كتار في الوقت اللي خرجوا فيه وحدين خرين للزنقة فهاد الفترة ديال الحجر الصحي وتشردو وهاد شي كامل بسبب المتحويل مول الطالون اللي دار فيديو في الانستغرام وتكلم فيه على التطبيقات اللي كيدخلوا لي هالميتليين وهاد شي يخلى الناس كياخدوا تصاور ديال الميتليين من هاد التطبيقات هادو وكيبرتاجوهم في مواقع التواصل الاجتماعي باش يسبوهم عفوان ويشتموهم وما يخليوش فيهم فانسان كيخصو يحتارهم خصوصيات الغير خاصو يحتار الناس خرين ما ننقوش نشوه بعض اياتنا هاد مول الطالون باغي دير فيها السمسم بنو قم قم نتكي شوه في عباد الله اللي هما مستورين مادام عدوك الناس كيديرو هاد الحالات هادو وهم مستورين اش ما فاما بالو كانتا اللي كدير هاد شوها عالنا ومركب ستار ويلبس الليبس للنساء ويطلع ويعطي واحد المغالطات على الشعب المغربي لانه كلهم فاسدين اعيالات ورجال اخوتي كل شي ولي نحنا ميتليين كل شي ولي ميتلي هاد ينوض يقول لي هاد شي اللي كدير فيه رمشي هو هادك يقول لي راك فيك اللعبة ران تالوبيا وانت ما تصنحوا عندي علك دواصة يعني هاد سيد هادا كنشوفي انهو يدير الخدمة دي الحمزة مو بيبي كيدير الفعاية الاجرامية في مواقع التواصل الاجتماعي كيشهر بالناس ويفضح الناس ويدخل في خصوصية الغير كنشوفو باللي هاد مولطالون مكون عصابة في الانستغرام كيحرد الناس ويحرد المتتبعين ديالو واللي قال هالي هم تيديروه اللي قال هالي هم اخوتي كينوضو يطيرو ويديروها بلعقز عليهم بلخفة اما كيتسنعوش اللي قال هالهم كينوضو يطيرو ويديروها قال لهم تقابونا وعند فلان يمشي وطيرو وتقابونا وعندو قال لهم سينيالي وفلان يطيرو سينيالي ووه قال لهم سيطرحهم لهم تزول قصلاس المثليين وقولوهم لاحقا يليب هم تحصل لهم فايضا قال لهم سيروا لهت الطبيقات لي اعطاهم اسم ثلاثة ديلة الطبيقات وقال لهم قمت بتحصل راجلها اللي بغا تحصل خوها نغل لها اللي بغا تحصل بها اللي بغا تحصل جيرانهم فشنو هاد الفضول كاملين فانت ماكد نتمي للرجال ولا النساء لان هاد الافعال هادو ما تدرهم مش للرجال ولا العيالات لا يستطيع هذه الأشكال من تحريض ليدرتي يعني هذا التحريض ويعاقب عليه القانون فوجد لي رأسك سيمون الطالون الجمعية تقعدوا لك الشيكاية اللي عليك ونتحدك أن تدخولها لمغرب نتحدك ونتحدك فبقى في تركيا وبقى تبيض في السنان وتسود فيهم وتكحل فيهم ونقص من هنا نقص من ليمن وزيد على اليسر وطلب من رب يسمح لك ماشي بقى اللي غاي يسمح لك طلب من الله اللي يسمح لك اللي درتي يصدرك بحالك بحال العيالات ولكن حاشة ولي تمثل أنك تنسب العيالات لأنهم أشرف منك أنت ما كتنتامي لا للرجال ولا للنساء فعيب علينا أننا نجسدو كل شي شخص من أشخاص وتنتامي لمغربة فأنت خاصك تحيد من تم غرابيت وخاصك تبدل الجنسية لأنك لا تشرف ولا المغرب ولا المغربة المهم إخواني أخواتي كان هذا فيديو معكم للتوضيح فقط ولجلب المعلومة فأخليتكم على خير إخواني أخواتي هلو لفرسكم نطلقوا في فيديو آخر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر